في الكواليس الحكومية حركة جدية هذه المرة مصحوبة بخرق لا يزال يحتاج لحل حالة بعض العقد وبتعويل على الدعوة الفرنسية السعودية المشتركة لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان لإخراجه من الأزمة التي خرج بها الاتصال الذي تم بين رئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الأكيد حتى اللحظة أن البحث الجاري حاليا خفض أسهم الـ 18 وزيرا وأعلى الـ 24 التي يبدو أن الطرفين المعنيين ماشيين فيها ولو بتريث بانتظار بالوراة التفاصيل فمصادر الرئيس المكلف الذي كان غادر بالأمس إلى الإمارات على أن يعود بحسب المعلومات مطلع الأسبوع إلى بيروت تجدد التأكيد بأن الحريري منفت على صيغة الـ 24 لكن يريد موافقة صريحة من قبل رئيس الجمهورية على السير بالصيغة بلا ثلث معطلة وهو ينتظر هذه الموافقة للانتقال للبحث بالتفاصيل الأخرى الأساسية كتسمية الوزراء ولسيما المسيحيين وعقدة الداخلية على خط بعبدة لا تزال مصادره تؤكد بأن رئيس الجمهورية منفتة على أي صيغة ترعي عدالة التمثيل والدستور لكن أي تصور واضح لم يصل بعد إلى القصر الجمهوري ولسيما أن ما يحكى عن مبادرة للرئيس بري لا تزال مجموعة أفكار تنتظر بعض التفاصيل لبرورتها وبالتالي فبعبدة تنتظر أي صيغة متكاملة لتبحث بتفاصيلها أما عين التيني التي يحكى أنها مدار الحركة والمبادرة فيؤكد مصدر مقرب من الرئيس بري بأنه مستمر بجهوده حتى تترجم الأفكار التي يعمل عليها لصيغة كاملة علما أن طرح الأربع عشرين كان طرحه جملات وتبناه بري بحسب المصدر ولكن لما لا تضع عين التيني بعبدة بجو أي طرح رسمي نسأل المصادر المقربة من بري فترد هناك قنوات اتصال ولو غير مباشرة على خط بعبدة عين التيني في إشارة إلى جهود لواء عباس برهيبة لكن الأكيد أنه عندما يرى رئيس البرلمان ضرورة وطنية لزيارة بعبدة أو الاتصال فتأكدوا أنه سيفعل طولو بيلكن تختم المصادر وبالانتظار يؤكد مصدر حزبي في 8 أذار بأن الحركة موجودة والإيجابية يعول عليها لكن هناك تفاصيل أهم من العدد تحتاج لبحث إضافية وفي هذا السياق أفدت معلومات الأوتي في بأن لواء عباس إبراهيم اخذ فرصة هاليومين تزامنا مع عيد الفصح وبالتالي يتوقع أن تنشط لاتصالات والاجتماعات الحكومية بدءا من مطلع الأسبوع المقبل علما أن اتصالات تهنئة بالعيد ستشهدها الساعة المقبلة وقد تبحث بالملف الحكومية وبانتظار الأسبوع المقبل فهناك نقاط عدة لتزال تحتاج لبحث منها موضوع التسمية وزارة الداخلية وأعتى الطيار الوطني الحر ثقة من عدمه وهذه نقطة مهمة ينتظر بتها الرئيس المكلف قبل أي نقاش آخر مع الإشارة إلى أن مصادر مطلعة على جاوب كركي نفت في هذا الإطار بشكل قاطع ما يحكي عن أن البطريارك سيكون له وزير مسيحي ملك موسيقى موسيقى موسيقى